السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مهندس حساب من قناة حساب ميراديات. بازن الله ما وعدنا النهاردة في فيديو مهم وجديد. وهو ازاي تحل اي اسأل جاب. زي ما شفت في الفيديو بتاع الهندسة. وعلمتك ازاي بتحل اي مسألة بورهان وديتك الاساسيات بتاعتك. والحاجات اللي بتحلها وافكار المسائل كلها وكل الناس استفادت منه. وناس كتير بعطتلي شكر على الواتساب. فانا بقول لهم العفو ده الواجب اللي انا بعمله لكم. فبازن الله فيديو النهاردة شبه الفيديو بتاع الهندسة بالزبط. الجابر متقسم لثلاثة اجزاء. اول جزء اساسيات وبعدين الجزء التاني الوحدة الاولى والجزء التالت الوحدة التالي. ماقسم لك برضو الافكار بتاعت الوحدة وازاي برضو بتحلها. فبازن الله بعد الفيديوهين دول بالنسبة للجابر والهندسة هيبقوا تمام جدا بازن الله وهنزلك بعد كده بازن الله فيديو للاحصى برضو بنفس الطريقة. لو انت اول مرة تشوفني اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصل لك المراجعات اللي هنزلها بعد دي. بعد دي بازن الله بازن الله هنزل مراجعة ليلة الامتحان بعد نحل تبانين متنوعة. وعلى خصلك الافكار اللي بتكرر في المحافظات. واحل لك تمارين لحد يوم الامتحان بازن الله. وزي ما قلت يا ريت تضغط لايك على الفيديو. اللايك على الفيديو هو اللي بساعد الفيديو اللي هو ينتشر ويوصل لأكبر عدد من الناس. وبيساعدني ان منها بازن الله نزل لك فيديوهات اكتر واكتر. طيب. تاني حاجة باش مهندس. في ناس كتير طلبت مني الورق ده. عايزها في صورة بدي اف. بتقول لها باش مهندس عشان بدل ما بنحل او نكتب وراء حضرتك. فنوفره الوقت واحل معاك في نفس الورق. فالورق ده بازن الله باش مهندس. انا هنزله في الجروب الخاص بيها على الفيسبوك. وهيسيب لك جروب تحت في كل اللي هتعمله لو انت مش مشترك في الجروب هتعمل انضمام. هتلاقي الموافقة جات لك حالا على طول. هنعمل الموافقات التلقائي. فاول ما يجي لك الموافقة هتلاقي اخر بوست موجود في الورق بتاع الهندسة. وورق الجبر اللي احنا بنشرح منه النهاردة. ده بخصوص الورق اللي انا وعدتكم ان انا هنزله لكم برضو عشان تستفيدوا اكبر استفادة. طيب. زي ما قلنا الجزء الاول بتاعنا هو الاساسيات. الاساسيات كلها اللي انت محتاجها في منهج الجبر بتاعك هي التحليل. لو انت شاطر في التحليل الوهدة دي زي ما قلت لك في فيديوهات الشر. فيديو الوهدة دي بالنسبة لك هتبقى اسهل واحدة بازن الله. تعال كده هقول لك انواع التحليل اللي هتقابلك في المنهج وما فيش غيرها. ما فيش غير انواع التحليل دي هي اللي موجودة عليك بالنسبة لك كطالب تالتة اعداد. طيب. اول نوع واهم نوع. حاكم النوع ده بدخل في كل عنواع التحليل. العامل المشترك. العامل المشترك بمعنى بش مهندس. رقم بتكرر او رمز بتكرر. طيب. لو الرمز خلينا احنا الرقم سهل. الرمز بتاخد الرمز اللي بتكرر باقل درجة. يعني ايه? هنا سين قسي تلاتة. هنا سين قسي اتنين. هنا سين. انت ملاحظ ان الرمز سين هو اللي بتكرر. صح? تمام. طب اقل درجة اللي هي ايه? ما دي تلاتة وده اتنين وده واحد. يبقى ناخد اقل واحدة. فباخد السين. وبفتح قوز. معنى العامل المشترك يعني اسم عليه. يبقى سين قسي تلاتة على سين هتديك سين تربيع. زائد اهي. اتنين سين تربيع على السين. اللي اتنين زي ما هي سين تربيع على سين يبقى اتنين سين. خمسة سين على السين السين مع السين يبقى زائد خمسة. يبقى انت كده يا بش مهندس عملت ايه? خط عمل مشترك. طب في خطوة تانية. لو القوز ده ينفع يتحلل بتحلله. فاركز بقى. بس سوا قوز ده ما بينفعش يتحلل. فخلاص. انا بالوقت معلمك العمل المشترك. دعنا نشوف واحدة تانية. هل ينفع العمل المشترك اخد عدد ورامز في نفس الوقت? اه ما فيش مشكلة. قدنا العمل المشترك عبارة عن عدد ورامز. ستة سين تربية صغات زائد عشرة سين صغات تربية. لو انت لاحظت في ستة وعشرة العدد المشترك ما بينه همومة الاتنية لان هو العدد الزوجة اللي يقبل عليه. فاول حاجة هناخدها هي الاتنين. انا شايف السين متكررة يا بش مهندس واحدة على اتنين واحدة على واحد باخد الالايلة اللي هي السي. تمام. السات برضو شايفة يا بش مهندس متكررة فباخد الالايلة دي على واحد ودي على اتنين. باخد اللي هي ايه? اللي هي الصاد. تمام. افتح قوس واقسم. ستة على اتنين فى التلاتة. سين تربيع على سين هيفضل سين. صاد على صاد خلصت. زائد. عشرة على اتنين فى الخمسة. سين على سين راحت. صاد تربيع على صاد هي الصاد. يبقى انت كده باش مهندس حللت صح. تمام. طب انفع يا باش مهندس اخد العام المشترك. ما فيش اي مشكلة العام المشترك ده اي حاجة بتتكرر? لن تمام ايه نشوف. اتنين الف في سين زائد صاد ناقص باق في سين زائد صاد. ده اللي بكرر يا باش مهندس هو السين زائد صاد. صح? خذوا كله. خذوا قوس كله اهو. يبقى سين زائد صاد. اقسم عليه. اول واحده دي السين زائد صاد هتروح مع السين سا fotos. يبقى يقضي اتنين الف. السالب زى ما هي. هنا برضو سين زائد صاد هتروح مع السين سائد صاد هيبقى حول الباق. يبقى هو ده التحليل بتاعي. خلاص? فالعمل المشترك مهم جدا جدا ايباشمهندس وبتكرر في مسائل كتير طيب. تعي نشوف اللي بعد. ثانية واحدة ومهمة جدا وهتلاقيها برضو في مسائل كتير وهي الفرق ما بين مربعين. الفرق ما بين مربعين عندك طريقتين هيقبلوك في الامتحانات أو في المهج بتاعي. يا اما طريقة مباشرة يا اما طريقة غير مباشرة. الطريقة غير مباشرة ان هو بيكون فيها عمل مشترك. بيدخلك العمله مشترك طيب. بعرف يا مهندس الفرق ما مربعين ايه? بيبقى يكون الاول مربع والتاني مربع ومنهم على قامة ناقص. طب بتحليتها ايه يا بش مهندس بتاخد الجزر الاول مرة بموجب وعدين التاني. وعدين تاخد الجزر التاني مرة سالب وعدين التاني. يعني ايه? سن تربع ناقص تسع. بتقوم فاتحكه سن. السن تربع دي بتقسمها سين وسين. التسعة دي كم في كم? تلاتة في تلاتة. بتكتب تلاتة في تلاتة. واحدة بموجب واحدة بسالب. خلصت. تعال نشوف دي كده? افتح قصين. دي ستتاشر. ما نكشي دعوه بقى بالرمز. دي ستتاشر اربعة فاربعة. بتشوفها كم في كم? السن السربعة السما يبقى سين تربعه وسين تربعه. واحدة موجب واحدة سالب. الواحد وتمانين كم في كم? تسعة في تسعة ما هو لازم العدد مضروف في نفسه. خلصت. طب تعال كده في الغير مباشرة? والله الغير مباشرة قلت لك بيبقى فيها عمل مشترك وعود نفسك على كده. تب تعال. ده اتنين. اهي. واثنين وسبعين برضو عدد زوجي. يبقى اول حاجة عملها هياخد اللي اتنين. ده السن القرار تاخد السين اللي درجتها اقلم. يبقى هي السن اللي الواحدة. ايه? اتنين على اتنين راحت. سين قصت تلاتة على سين فضل سين تربعه. سالب زي ما هي. اتنين وسبعين على اتنين فضل ستة وتلاتين. سين على سين راحت. تشوف ده انت بعد ما حللت طلع لك قص فرق ما بين مربعين تاني. عادي. اكتب الاتنين سين زي ما هي. افتح قصين. يلا. السين تربعه سين وسين. واحدة موجة بواحدة سالب. الستة وتلاتين. ايه العدد اللي بده رفق نفسه ستة وتلاتين? هي الستة والستة. خلاص? يبقى انا كده خلصت الفرق ما بين مربعين. تعال بقى نخش علي بعدها والمهمة جدا جدا وهي مجموع وفرق ما بين مكعبين. هي ايه باش مهندس الفرق ما بين مكعبين? اللي اتنين بتحلله بنفس الطريقة. قص صغير. وقص كبير. قص صغير. وقص كبير. تمام? عندي برضو حاجتين. واحدة مباشرة واحدة مش مباشرة. ازاي? الوقت يا باش مهندس سين قصة تلاتة والتمانية. بتعرف ازاي انه هو مجموعة فرق ما بين مكعبين العدد ده مضروف في نفسه طلق مرات وده برضو عدد مضروف في نفسه طلق مرات. طيب التمانية دي اللي هي ايه باش مهندس اللي هي التلاتة. طيب يا باش مهندس انا ما بعرفش انا اعرف ده فرق ما بين مكعبين او مجموع مكعبين ازاي? تعال اقول لك طرق سهلة بالقلال الحزب. عايز تعرف ده مجموع مكعبين ولا لا اقول لي ايه? هتعمل زرار شفت وزرار الجزر ده. هيجيب لك كده حاجة اسمها جزر التالت جزر وفقه رقم تلاتة ليه? اكتب التمانية. بتكتب العدد اللي جانب السين. طلع باتنين يبقى انت تعرف ان ده فرق ما بين مكعبين. تعال كده نجرب السبعة وعشرين. طلع بكم? بتلاتة. وهو ده العدد اللي هتكتبه في الكتص الصغير. يبقى ده عشان تمام. السين قس ثلاثة ده بتقسمها سين وسين تربية. خلاص? او سين في سين تربية تديني سين قس ثلاثة. الاشارة الموجب بتحطها في كوس الصغير زي ما هي. قلنا التمانية زي ما جبناها على الآلة طلعت اتنين. كده انت خلصت الكوس الصغير. تمام. بتعكس الاشارة. ده موجب تخليها سادة. تضرب الاتنين في بعض يبقى اتنين سين. بتربع الاخير يبقى اتنين قس ثلاثة. خلصت. تعال نشوف في الثاني. سين قس ثلاثة. قلت لك سين وسين تربية. السالب هنا حطها في كوس الصغير. السبعة وشرين جبناها من الآلة تلاتة. غير الاشارة بتبقى موجب. اضرب الاتنين في بعض يبقى ثلاثة سين. ربع الثاني تسعة. خلص. خلاص? تمام. الغير مباشرة زي ما قلت هيبقى فيها عامل مشترك. تعال كده نشوف. خد الثلاثة كده عامل مشترك. اهي. وسين قس ثربعة وسين. ده بتكرر خد الالي اللي هو السين. صد وصد عمر صيد على سين سين قس ثلاثة. صاد على صد راحت. السالب زي ما هي. واحد وتمانين على تلاتة يبقى سبعة وعشرين. صح? سين على سين راحت. صاد قس اربعة على صاد ساف ثلاثة. يلا سيف دي زي ما هي. قس صغير قس كبير. سين قس تلاتة قلنا سين سين تربية. السالب زي ما هي السبعة وشرين دي لسه جايبينها اللي هي التلاتة يا باش مهندس ده فيه صاد عالي من في الصاد دي قس تلاتة يبقى صاد. اهو كام في كام اللي هدرب في نفسه طب مرات هي الصاد تمام اعكس الاشارة ادرب الاتنين في بعض يبقى تلاتة سين صاد ربع الاخير ربع التلاتة يبقى تسعة ربع الصاد يبقى صاد تربيه خلاص تمام باش مهندس الموضوع سهل جدا ومهمية تحليل ده مهم جدا جدا في الوحدة دي تمام تعال بقى لاكتر الحاجات اللي هي هتقابلك وهو المجدار السلاسي البسيط وغير البسيط تمام الوقت يا باش مهندس المجدار السلاسي البسيط دايما العدد اللي قدام السن هنا بيساوي واحد اول ما تلاقي عدد اللي قدام السن تربيع هنا بيساوي الواحد ده طعف النور غير بسيط طيب والله البسيط ده يا باش مهندس ليه طريقة سهلة وبالالة والغير بسيط خلينا نعتمد بقى احنا في اخر الترم كده كده هنحله بالالة لان ما ما فيش وقت. هنحبب بقى نشرح طريقة المقص وهنطول على نفسنا في الفيديو. لأ. طيب. البسيطة والله باش مهندس ليه طريقة سهلة. بتفتح قصية. خلاص. سين تربية دي عبارة عن سين وسين. طالما الاخير الموجب يبقى شرطين شبه البعض شبه اللي في المص يبقى دي موجب ودي موجب. الستة كام في كام ومجموعهم خمسة. اتنين في تلاتة ومجموعهم خمسة. خلصت. الموضوع سهل جدا على فكرة. قصين. سين تربية دي سين وسين. الاخير اشارته سالب. صح? يبقى فيه واحد موجب وواحد سالب. ازاي باش مهندس. هو يا كده. يبقى واحد موجب وواحد سالب. عايز عددين. حصل ضربهم اتناشر والفرق ما بينهم واحد. والكبير ياخد اشارة اللي في النص. طب ما هي تلاتة فاربعة والكبير ياخد اشارة اللي في النص. يبقى الاربعة هي اللي تاخد دي ودي. عشان انما ضربهم يبقى في الاخر موجب. تمام. هنشوف الاخيرة. ده قصية. سين وسين. لسه اقل لك فو. لو الاخير اشارته موجب بيبقى دي شرطين شبه بعد شبه اللي في النص. يبقى اللي اتنين سالب. صح? اللي اتناشر كام في كام? ده تلاتة فاربعة. على فكرة دي هديبقى سالب سبعة سين. دي كده ننسيتها رس. تمام? اتناشر يبقى تلاتة فاربعة. خلاص? يبقى هم دول التلات حالات اللي هيبلوه. طيب. انت الوقت همضعفش تحلل. تعال بقى نشوف الالة الحاسبة كده وهنعملها ازاي? بص. بتضغط زران المود وبتضغط على في الالات اللي هي الواحد وتمانين والاتنين وتمانين هتلاقي ده رقم تلاتة. فوق ده ما تضغط خمسة هتضغط تلاتة يبقى خمسة. كده كده هتختار تلاتة. خلاص? تمام. حط المعاملات. هنا معامل للسين تربية واحد. معامل للسين خمسة. هنا ستة. اضغط يساوي. العدد طلع لك سلب اتنين فبتكتبه موجب اتنين. خلاص? انت كده كده بتعمل القوص وبتحط السين. فدل الموجب اتنين هنا. يا بتطلع لك سلب اتنين على الاي. لو بتعكس اشارتها بقى موجب اتنين. بص. هنا سلب تلاتة عكس اشارتها موجب تلاتة. تعال كده نشوف اللي بعدها عشان نفهم المعامل واحد والسلب اتناشر. اضغط الس و. تلاقي لتلاتة فبعكسها سلب تلاتة. تلاقي سلب اربعة فبعكسها موجبا بعدها نشوف الاخيرة كده. واحد وسلب سبعة والتناشر. تلأت اربعة فبعكسها سلب اربعة تلأت تلاتة فبعكسها سلب تلاتة. خلاص? تمام. تانية حاجة هاتقبلك هي المقدار السلاسي غير البسيط. المقدار السلاسي غير البسيط برضو بتحليل بقصير. بس المرة دي قوي iron مهندس انا مش معاي سنت اتربيع هقسمها لأ ده انت ستة ما انت عندك ممكن واحد في ستة وممكن اتنين في تلاتة اللي اتناشر ممكن واحد في اتناشر واتنين في ستة وثلاثة في اربعة فانا بعرف مين فدي طريقة طويلة طريقة المقص طيب تعال كده نعملها بالقال الحسبة واعلمك بتعملها ازاي نفس المودل اللي انت فيه خمسة ثلاثة حط المعاملات ستة وبعدين سبعة وبعدين اتنين اضغط يساوي بص طلع لك اول واحدة سالب مص فبتعكس كده كده الاشارة يعني ايه المقام ده بتحطه قدام السين مش المقام هنا اتنين فحط هنا قدام السين اتنين يبقى اتنين سين اهي عشان تبقى شايف ده سالب واحد اعكس البسط يبقى موجب واحد خلصت ده اضغط يساوي مش المقام هنا ايه تلاتة يحطه قدام السين يبقى تلاتة سين اعكس البسط يبقى موجب اتنين يبقى هو ده التحليل بتاعك يا باش معانس تعال كده نشوف التانية عشان تفهم اتنشر سالب تمانية وعشرين سالب خمسة بص تلاقى لخمسة على اتنين حط المقام اهي حط المقام قدام السين يبقى اتنين سين اعكس البسط يبقى سالب خمس اضغط يساوي سالب واحد على ستة حط الرقم التاني قدام السين يبقى ستة سين اعكس البسط ده سالب واحد يبقى مواجhoeve واحد يبقى انت كما اش محندس خلصت التحليل بتاعك خلاص فده بالنسبة ليه تحليل المجدار السلاسي البسيط وهو سهل جدا. تعال نخش على اللي بعده وهو المجدار السلاسي المربع الكامل. المجدار السلاسي المربع الكامل بيبقى الاول مربع. والتاني الاخير صور المربع وده اتنين في الاول في التاني. بس الاول في التاني ايه? جزر طبعا. طيب. بتحلل ازاي باش مهندس? على فكرة ممكن احلله بالقلق الحسب البرد. بص. بحط المعاملات واحد وعشرة وخمسة وعشرين. هيكتب لك سالب خمسة صح? فانت هتعمل كده كده كسين. سين وسين. لان هنا المعامل واحد صح? طلع لي سالب خمسة بخليها موجة بخمسة. اضغط يساوي. ما طلع عليهش حاجة. فهو معناه ان هو بيقول لك الكسين موجة بخمسة. طلع ما طلع لك حاجة واحدة. يبقى ده باش مهندس ايه? سين زائد خمسة كل تربيه. تمام? تفتع كده انا شوف اللي بعدها. تسعة سين تربيه انا قصة 24 سين سات زائد 16 سات. طب ابش مهندس او عاملها ازاي عادي? ممكن تعملها في الالة برضو. اهي. تسعة. سالب اربعة وعشرين. ست عشر. طلع على اربعة على تلاتة. بس. طلع ليش حاجة اربعة على تلاتة. ما هو المقام كده كده قدام السين. والبسط قدام السات. ما هو طلع اربعة على تلاتة. اهو. كل تربيه. خلص. يبقى انت كده عملت يا باش مهندس. عملت المقدار المربع الكامل. سوري. دي بنعكس الاشارة بتاع البسط. بنعكس اشارة البسط. بس. هو طلع للوقت ايه? اهو. اربعة على تلاتة. باخد المقام زي ما بنعمل في غير بسيط. بحطه قدام السين. وبعكس اشارة البسط بسالب اربعة ساعة. تمام? تمام. اخر نوع باش مهندس وهو نوع مش موجود قوي بس لقيته في محافظتين. فقلت لازم برضو واجب علي ان انا اقوله لك. وهو التحليل بالتقسيم. التحليل بالتقسيم بتعمل فيها باش مهندس بتقسم التحليل بتاعته جزئين. يعني ايه? انا الوقتي في اول جزء ده انا شايف ان الالف هو المكرر فياخد الالف. فيبضل لي سين زائد سات. في الجزء التاني ده باش مهندس لقيت الباق هي اللي بتكرر فياخد الباق فيبضل لي سين زائد سات. هل انتقد ده خلصت لأ. ده فيه قوس بتكرر اللي هو سين زائد سات. فافتح قوس يبقى الف زائد بقى. يبقى انت كده خلصت التحليل بتاعها. زي ما كنا بنعمل في العمل المشتعة. بتاع نشوف اللي تحتها. سين تربيع نقص اتنين سين سات زائد سات تربيع. دي باش مهندس مربع كامل. عرفت ازاي? ده مربع وده اتنين في جزء الاول في التاني. كنا بنحللها باش مهندس جزء الاول اللي هو سين. حط الاشارة ده في النص. جزء الاخير اللي هو سات كل تربيع ناقص تسعة. طيب يا باش مهندس ده بقى اصبح دلوقتي سين ناقصات كل تربيع وسالب تسعة. اصبح فرق ما بين مربعين. لان ده تربيع وده تربيع. فمنحللها ازاي? يبقى سين ناقصات مرة هتبقى موجب تلاتة. في سين ناقصات ومرة هتبقى سالب تلاتة. فكده يا باش مهندس يبقى احنا حللنا القوز بتاعنا. خلاص? تمام? ده بالنسبة للتحليل بالتأسيم. كده يا باش مهندس يبقى احنا خلصنا الاساسيات. تعال بقى نخش على المهم بتاعنا. وهو تاني حاجة في حصة النهاردة. وهو المعادلات. المعادلات دي الوحدة الاولى. ما اسمها لك كده تأسيمة ظريفة. فتعال نجوه في التأسيمة دي عبارة عن ايه? المعادلات يا باش مهندس. انت الوحدة الاولى بالكامل عندك تلات دروس. تمام? اتفقنا اني عندنا حاجة اسمها معادلة درجة اولى ومعادلة درجة تانية ومعادلة اولى وتانية. هم ايه? بصة باش مهندس. عندك تلات حاجات. اول حاجة معادلتين من الدرجة الاولى. بتعرف ازاي باش مهندس? بيجيب لك عايز مجموعة حل لمعادلتين. ويبقى اكبر قصة هنا واحد واكبر قصة هنا واحد. اكبر قصة هنا واحد. اكبر قصة واحد فيبقوا المعادلتين من الدرجة الاولى يبقى معايا اتنين من الدرجة الاولى فده اول درس تمام تاني درس يا باش مهندس معادلة من الدرجة التانية في مجهول واحد بتعرف ازاي اكبر قصة عندك بيبقى اتنين فدي معادلة من الدرجة التانية في مجهول ايه في مجهول واحد اللي هو السي خلاص تمام اخر درس يا باش مهندس بتديك معادلة من الدرجة الاولى ومعادلة من الدرجة التانية خلاص فده باش مهندس التلات دروس اللي هي الوحدة الاولى ده اختصار خلاص فانت بتعرف الدرس ازاي بتشوف لو المعادلتين من الدرجة الاولى يبقى ده اول درس لو معادلة من الدرجة التانية يبقى تاني درس لو معادلة من الدرجة الاولى ومعادلة من الدرجة التانية يبقى تالب درس طيب بالنسبة للحل البياني في اول درس ما انا كاتب لك بقى كل حاجة خاصة بيه الحل الباني يا باش مهندس عندك تلات حاجات. انت بعد ما بترسم وبتختار الرقام اللي انت هتعوب بها. يا اما هتلع لك المستقيمين متقطعين. فتقول له يا الله يا باش مهندس انا عندي حل وحيد هو عبارة عن احتاسي. نقطة التقاطع عبارة عن سين وصال. طب لو المستقيمين منطبقين فوق بعض. يبقى عندك عدد لا نهائي من الحلول. طب لو عندك المستقيمين متوازين يبقى يا باش مهندس مجموعة الحل في او عدد الحلول في سو صف. فده من نسبة للحل البياني. طيب. في الحل البياني اللي معادلة من الدرجة التانية في مجهول واحد عندك انت بتدور على نقطة التقاطع مع محور السينات. مع السينات. طيب. الوقت المرحنة ده قطع السينات في نقطتين. اللي هي النقطة دي. والنقطة دي. ده قطع هنا في نقطة. ده مش قطع خال. طيب. اللي قطع في نقطتين ده يبقى مجموعة الحل عندي نقطتين. دايما اصطد بصفر لانه هو قطع السينات. فمسلا يعني انت لو كانت دي اتنين ودي مسلا سالب تلاتة. يبقى اول نقطة هي تنين وصفر. وتاني نقطة سالب تلاتة وصفر. ده مسلا. طب لو هو قطع هنا في السينات في نقطة واحدة واللي يكون النقطة دي اربعة يبقى مجموعة الحل بتاعتي هي اربعة وصفة. لو مش قاطع السنة يا باش مهندسي مع مجموعة الحل فاي. فده تلخيص الحل البيانة. طب بالنسبة للدرس التالت يا باش مهندس الدرس التالت ما فيش فيه حل بيانة. الدرس التالت ما بيطلبش منك حل بيانة هو حل جبري بس. بتاع كده نشوف الحل الجبري. وهنحل امثل على كل ده ما تقلقش على فكرة انا عامل اسئلة على كل ده. انا ملخص لك الدرس للناس اللي حابها تكتبه. وباذن الله باذن الله سيب لك لينك تحت الفيديو في الورق ده انا مصوره. طيب. الحل الجبري يا باش مهندس في معادلتين من الدرجة الاولى. عندي جي اما بحل بالحصف يا بالتعويض يا بالقلها الحزب. طب بحل بالقلها الحزبة ازاي يا باش مهندس. بص. قد المعادلتين بتوع اللي هم اتنين سين ناقصات بيساوي خمسة. بص اضغط زرار المود. وبعدين برضو اللي هي خمسة. بس بدلا ما تختار رقم تلاتة هنختار رقم واحد. حط المعاملات اتنين سالب واحد. وحط الحد الواحد وده اللي هو خمسة. هيطلق منك تحط المعادلة التانية. حط المعاملات واحد. وبعدين تلاتة. وبعدين الحد اللي بواحده سالب واحد. وضغط يساوي. فبيقول لك مجموعة الحل اكس اللي هي السين باتنين. ومجموعة الحل الواي اللي هي الصهب بسالب واحد. يبقى انت جده جبت مجموعة الحل بتاعتك عن طريق الالة الحزب. فبالنسبة لمعادلتين من الدرجة الاولى احنا بنحل بالحسب يا بالتعويض يا بالألال حسب. طيب. لو بالقانون العام يا باش مهندس ده بالنسبة لمعادلة من الدرجة التانية الحل الجابري بتاعها بالقانون العام فقط. على فكرة ينفع بالألال حسبة بس مش هتطلع لك ارقام دقيقة. طيب. بالنسبة للدرس الاخير اللي هو معادلة من الدرجة الاولى ومعادلة من الدرجة التانية الحل الجابري بتاعها تعويض بس. تعويض بس ما ينفعش طريقة الحسب. طيب. طيب نقطة بشمهندس في الدروس دي وهي ايجاد عدد الحلول النقطة دي مهمة جدا جدا ايجاد عدد الحلول يا بشمهندس عندك في اول درس اللي هو حل المعادلتين من الدرجة الاولى هي طريقة الميل وطريقة المعاملات طريقة الميل دي انا شرحتها في الشرح طريقة المعاملات يا بشمهندس لانها طريقة سهلة جدا وبرضو بسيطة للناس اللي عايزة تتعامل بيها لو انا مسلا معي المعادلتين هي اتنين سين ناقص صعب بيساوي سلف واحد. المعاملات هي معامل السين يعني دي الف واحد دي بقى واحد دي جيم واحد. ده الف اتنين بقى اتنين جيم اتنين. فبيقول لك لو جيت لقيت الف واحد على الف اتنين يعني اتنين على واحد لا تساوي بقى واحد على بقى اتنين معينة سلب واحد على تلاتة. فيبقى انت عندك حل وحيد والمستقيمين يبقوا متقطعين. طيب لو الف واحد بيساوي الف اتنين بيساوي بقى واحد على بقى اتنين. جيم واحد على جيم اتنين يبقى عندك عدد لا نهائي من الحلول. لو الف واحد على الف انين بيساوي باق واحد على باق اتنين لا يوسام جيم واحد على جيم اتنين يبقى او عدد الحلول بينسبالك صفر. طب لو انت عايز تطلع عدد الحلول في معادلة من الدرجة التانية هتستخدم المميز. المميز ده اللي تحت الجزر فيه القانون العام اللي هو باق تربية ناقص اربعة الف دين. يعني مسلا لو معايا معادلة اسمها سين تربية ناقص اتنين سين ناقص تلاتة بيساوي صفر. الالف بالنسبالي يا بشمهندس بواحد الباق بسالب اتنين الجيم بسالب تلاتة. هتعوض باق تربية مسلا باربع ناقص اربعة في الالف في الجيم بتشوف لو هي اكبر من الصفر يعني عدد موجة بيبقى انت عندك حلين وحلين مختلفين يعني ايه? مش نفس الرقم. يعني مش خمسة وخمسة لأ خمسة مسلا وسالب تلاتة. خمسة ستة. طيب لو الباق تربية ناقص اربعة الف جيم بيساوي صفر يبقى انت عندك حل واحد. لو باق تربية ناقص اربعة الف جيم اقل من الصفر يبقى ليس لها حلول او مجموعة الحل بتاعتك. بالنسبة للدرس الاخير اللي هو معادلة من الدرجة الاولى ومعادلة من الدرجة التانية ما عندكش ايجاد عدد الحلول. الدرس الاخير ده سهل جدا. على فكرة انا اشرح لك امثلة على كل الكلام ده بس ده تلخيص مهم جدا جدا. طيب. بالنسبة ليه? معادلة من الدرجة التانية في مجهول واحد بطلب منك حاجة زيادة. هي محور التماثل والنقطة العظمى والصغط. طيب. في ناس كتير مبتعافش تطلعوا من على الرسم. بس لو هو مش عايزوا من على الرسم ممكن تجيبها عن طريق ده. معادلة محور التماثل ياسين بتساوي سالب باق على اتنين الف يعني ايه? احنا جبنا في المعادلة دي مسلا ان الباق بسالب اتنين والالف بواحد. طيب. سالب باق سالب في سالب بموجب. يبقى موجب اتنين. على اتنين الف اتنين في اتنين بواحد. يبقى محور التماثل معادلته سين بتساوي واحد. فاهم? طيب. لو انا عايز اجيب النقطة العظمى او الصغرى هي ده اللي تسالب باق على اتنين الف يعني ايه? احنا جبنا سالب باق على اتنين الف بواحد. فبتعود في المعادلة بواحد. يبقى واحد ناقص اتنين في واحد. بيبقى ناقص اتنين. ومعنا موجب واحد يبقى سالب واحد. معنا سالب تلاتة كمان يبقى سالب اربعة. يبقى النقطة العزمة او الصغرى هي اصابة تساوي سالب اربعة. فده معنا محور التماسل والنقطة العزمة والصغر. كده باش مهندس احنا خلصنا تلخيص الوحدة الاولى بالكامل. الورقة دي عبارة عن تلخيص الوحدة الاولى بالكامل. تعال بقى احلي لك امثل عليها عشان تفهم كل درس الوحدة. انا احلي لك على الدرس الاول والدرس التاني والدرس التالت. وهحلي لك الاسئلة المتنوعة اللي هتقابلك في الامتحانات كلها. فركز معي. تعال بقى نطبق التخيص اللي انا لسه شرحته لك دلوقتي. ولمت لك به الوحدة الاولى بالكامل على الامثلة دي. طيب. الوقت بيقول لك في الامتحان انا عايز مجموعة حل المعدتين اللي قدامك دول. طب يا باش مو انت سنعرف دين من الدرس الاول والمالتاني ولا الثالث ازاي? انا لسه اقيل لك. لو لقينا المعدتين من الدرجة الاولى وفي مجهولين اعرف ان هي الدرس الاول. يعني احلي يا ام حاسف يا ام تعويض وانا هنا احلي لك بالطريقتين. مرة حاسف ومرة تعويض. تمام? ابص على المعدلة دي اكبر قص واحد اكبر قص واحد اكبر قص واحد اكبر قص واحد يبقى انا معي معادلتين من الدرجة الاولى. تمام? تعال نحلي كده باول واحدة بطريقة التعويض. وهنا هنحلي بطريقة الحاسف. عشان تعرف الاتنين. تمام? اول حاجة في طريقة التعويض ان انت بتخلي حاجة بدلالة حاجة ويفضل حاجة معاملها واحد. يعني ايه? يعني انا ممكن اخد من اللي تحت دي ان السين بتساوي سالب واحد واود السالب تلاتة صفات. تمام? وممكن في اول واحدة دي اود السالب صاد النحية التانية واجيبي الخمسة. يعني يا باش موادس مش فاهم. لعلى كده واحدة واحدة. الاتنين سين زي ما ايه? هاجيبي الموجب خمسة النحية دي هتبقى سالب خمسة. هودي السالب صاد النحية التانية هتبقى موجب صاد. يبقى المعادلة بتقول لي صاد بتساوي اتنين سين ناقص خمسة واعوض في المعادلة اللي تحت. يبقى ادي سين زائد تلاتة هشيل الصاد وحط اتنين سين ناقص خمسة. واقول له بتساوي كام? سالب واحد. تمام? ادي السين. تلاتة في اتنين يبقى بستة سين. سالب خمسة في موجب تلاتة بسالب خمستاشر وهدي سالب واحد هجمع السين مع السين وستة سين يبقى سبعة سين السلب خمستاشر نروح اتنها التانية تبقى موجب خمستاشر والسالب واحد زي ما هو موجب خمستاشر وسالب واحد هتبقى سبعة اه اربعتاشر سوري يبقى السين مع السبعة هنا وهنا يبقى السين هتساوي اربعتاشر على السبعة يبقى السين بتساوي اتنين هاخد السين عوض في اي معاني يعني مسلا هنا اتنين في اتنين هتبقى باربعة. ناقص صاب بساوي خمسة. او كنت ممكن اعوض في المعادلة دي على طول. احط السين باتنين اتنين في اتنين باربعة وبسالب خمسة يبقى الصاب بسالب واحد. يبقى مجموعة الحل بتاعت ابش مهندس بتعمل قص مجموعة وبعد كده زوج مرتب هو اتنين وسالب واحد. ده بالنسبة يا ابش مهندس ليه طريقة التعويض طيب طريقة الحسف واللي انا بفضلها. كل اللي هتعمله ان انت هتخلي معاملات زي بعض بعكس اشارة انا ايه? لو هنا اتنين عايز اخلي هنا سالب اتنين سين. وهنا موجب تلاتة عايز اخلي هنا سالب تلاتة. انا ممكن اضرب المعادلة الاولى دي في تلاتة. هتخلي دي سالب تلاتة. بس دايما نضرب في الرقم الاقل. فاضرب في المعادلة التانية في سالب اتنين. خلاص? تعني اكتب المعادلة الاولى زي ما هي. اتنين سين ناقص صاب بساوي خمسة. هاضرب المعادلة التانية في سالب اتنين. يبقى سالب اتنين سين. سالب ستة ساد بيساوي سالب واحد في سالب اتنين عيديني موجب اتنين بعد كده بجمع المعادلتين اللي اتنين سين هتروح مع السالب اتنين سين سالب ساد وسالب ستة ساد عيديني سالب سبعة ساد خمسة واتنين يبقى سبعة هاقسم مع السبعة او اقسم مع السالب سبعة يبقى الصاب بتساوي سالب واحد عوض في اي معادلة عن الصاب بتساوي سالب واحد يعني عوض هنا يبقى سين سالب واحد في موجب تلاتة في سالب تلاتة بيساوي سالب واحد اود السالب تلاتة هتبقى موجب تلاتة يبقى السنة تساوي تلاتة ناقص واحد بيساوي اتنين يبقى مجموعة الحل بتاعتي طلعت برضو يا بشمهاندس اتنين وسالب واحد فالحسب والتعويض قدامك هم شوف الطريقة اللي بتاع رياحك ليه بقولك الاتنين لانه ممكن في بعض الامتحانات بيقولك حليلي بطريقة معينة يعني بقولك باستخدام طريقة الحسب حليلي المعدلات اللي تمام النقطة اللي بعد كده وهو ايجاد عدد الحلول قلنا عندنا تلات حلات يما المستقيمين متقطعين او منطبقين او متوازين تبتع لكده نشوف الحلات بتاعتنا طيب اول حاجة بجيبها بقول ان ده الف واحد واحد جيم واحد الف اتنين باق اتنين جيم اتنين بجيب الف واحد على الف اتنين وشو بتساوي كابه الف واحد على الف اتنين هي سبعة على خمسة المعاملات طيب باق واحد على باق اتنين اربعة على سالب اتنين هتديني سالب اتنين هقوله بما ان الف واحد على الف اتنين لا يساوي باق واحد على باق اتنين اذا المستقيمين متقطعين يبقى عندي حل واحد فقط وهو زوج مرتب عبارة عن سين وصال تمام تمام تعال نشوف اللي بعده والله باش مهندس برضو هجيب الالف واحد على الالف اتنين اربعة لاحظ معاملات السين هنا السينة هي يبقى اربعة على اتنين تساوي اتنين باق واحد على باق اتنين اتنين على الاتنين اه سوري اتنين على واحد يبقى باتنين برضو طالما دول تساوي لازم تجيب الجيم جيم واحد على جيم اتنين عشرة على سالب خمسة. ده طلعت سالف اتنين يا باش مهندس. اقول له بما انه بقى الف واحد على الف اتنين بيساوي باق واحد على باق اتنين لا يساوي جيم واحد على جيم اتنين. قلنا طالما لا يساوي يبقى مجموعة الحل بتاعتي فقط او عدد الحلول بيساوي صفر. طبعا? تعال نشوف الحالة التالتة. يلا. الف واحد على الف اتنين تسعة على التلاتة. هتساوي تلاتة. بقى واحد على باق اتنين. ستة على اتنين فى التلاتة. جيم واحد على جيم اتنين هتساوي اربعة وعشرين على التمانية فيها التلاتة. خلو بما ان الف واحد على الف اتنين بيساوي بقى واحد على باق اتنين. بيساوي جيم واحد على جيم اتنين. ازا عدد الحلول لنهاء. تمام باش مهندس? الموضوع بسيط جدا. طيب. تعالوا نشوف ايه هي الحالة التالتة او نوعية الاسئلة التالتة اللي بتيجي في الامتحان وهو بيقول لي انا عايز قيمة الف وباق في المعادلتين دول علما بان ثلاثة وسالب واحد هي مجموعة حل المعادلتين والله يا باش مهندس طالما ثلاثة وسالب واحد هي مجموعة حل المعادلتين يبقى احط السين بتلاثة وسالب بسالب واحد وبعد كده احل المعادلتين تعال نشوف شل السين وحط ثلاثة هيبقى اول معادلة هي ثلاثة الف شل الصاد وحط سالب واحد يبقى سالب باق بس هو خمسة ثاني معادلة حيث حش السين وحط 3 3 3 9 يبقى 9 علم حش الصاد وحط سالب 1 يبقى سالب 1 يساوي 17 عايزة باشمعون ديس ان انا اخلي 1 بالموجة بواحدة بالسالب فممكن اضرب اللي خودي اه بسالب 1 يبقى سالب 3 علم موجة ببقى بيساوي سالب 5 ليه عشان المجمع السالب بقى يروح مع المجباء 9 علم وسالب 3 علم يديني 6000 17 وسالب 5 هيديني 12 هقسم على الستة يبقى الالف طلع باتنين. هعوض في اي معادلة ثلاثة في اتنين بستة. ستة نقس واحد بقى خمسة يبقى الباق بتساوي واحد. اقول له ازا جبت لك ان الالف بتساوي اتنين والباق بتساوي واحد. فده هي نوعية الاسئلة اللي هتقابلك في الدرس الاول. طب تعال لك كده بقى نخش على نوعية الاسئلة اللي هتقابلك في الدرس التاني. هو بيقول لك عايز مجموعة حل المعادلة برضو. طب برح فبش مهندس ان هي بتتحلم من القانون العام ازاي? قلت لك بتاعفن المعادلة درجة تانية اهو اكبر قص في المعادلة هو اتنين يبقى معادلة درجة تانية يبقى هتحل بيه القانون العام. عشان تحل به القانون العام لازم تجيبره الآلف وتجيبره الباق. والجيبه الجيم. طب الالف هي معامل السين تربية بواحد. الباق معامل السين بساليب خمسة. الجيم معامل اللي هو الواحده يبقى ساليب ستة. Jonathan قانون العام. سالب باق. موجب او سالب جزر. باق تلبيع مقص courاليب جيم على اثنين Hitler. يلا. سالب باق سالب هو موجب رباء ما يبقى موجب خمسة. موجب او سالب جزر. باق تربيع سالب 5 تلبيع بق 25. ناقص. صحيح اربعة في واحد بالاربعة في سالب ستة واكد quantلاكان. موجب 24 على 2000 اتنين في واحد باثنين. يبقى دي بيش في سsto. خمسة موجب او سالب جزه. خمسة عشرين ويابعة وعشرين يبقى تسعة واربعين على اتنين. هاخدها مرة بالموجة يا مهندس يبقى خمسة زائد جزه تسعة واربعين على الاتنين ونشوفها بتز월ه كام. بعدها جزة تسعة واربعين على الاتنين. خما جزة تسعة واربعين بسبعة خمسة وسبعة وتناشرة ettناشرة على الاتنين فالستة. تمام? خمسة ناقص سبعة سالب اثنين على اللي اثنين يبقى سالب واحد يبقى مجموعة الحل بتاعت يا اهباش مهندس هي الستة والسالب واحد يبقى المسألة دى على فكرة كانت ممكن اتحلل لازاki انا ممكن احلل دي استقراض غسين السين وسين الاخير شرطه سالب يبقى واحد موجب واحد سالب الكبير شبه اللي فالنص اما يبقى ستة الستة هي شبه اللي فالنص وهنا اباش مهندس هنا الواحد هنجيب المعكوس يبقى سالب واحد وسدها further يبقى مجموعة الحل بتاعت يا بش مهندس كده ستة وسالب واحد خلاص تمام موضوع سهل جدا طيب قلنا يا بش مهندس في المميز اللي هو تحت الجزر ما هو تحت الجزر يا بش مهندس طلع موجب ما هو جز تسعة واربعين سبعة ده اكبر من الصفر ويطلع حلين مختلفين زي ما انا شرحت لك في الملخص اهو ستة وسالب واحد حلين مختلفين تمام تعاني شوف كده المسألة اللي بعدها ثمانية سين تربع مقص ثمانية سين زائد اثنين هنا الالف بكم ثمانية الباق بكم سالب ثمانية الجيم بكم باتنين قانون العام سالب باق موجبه وسالب جزر باق تربع ماقص اربعة على الجيم على اثنين ألف سالب باق سالب في سالب وموجبه باتمانية موجبه وسالب جزر باق تربع سالب تمانية تربع باربعة وستين ماقص اربعة في تمانية باتنين وتلاتين باتنين باربعة وستين على اتنين الاف اتنين في تمانية بستاشر. دي هتساوي تمانية موجة بقى سالب جز اربعة وستين نص اربعة وستين صفر على ستاشر. فما جز الصفر خلاص راح ملناش عايزينه يبقى الحل بتاعي وتمانية على ستاشر بيساوي نص يبقى مجموعة الحل بتاعتي هي نص يا باش مهندس. خلاص? سهلة جدا. تمام. طيب المميزة باش مهندس طلع بيساوي صفر. المميز بيساوي صفر. يبقى طلع حل وحيد او فاني هنطلع حل وحيد هو النص. تمام. اخر سؤال يا باش مهندس. الوقتي معي الالف بكم? الالف بواحد البقى بسالب اربعة الجين بخمسة. انا اجاب لك سؤال على كل حالة. خلاص? القانون سالب بقى موجب او سالب جز. بقى تربية مقصر بقى الالف جين على اتنين الاف. جل. سالب بقى سالب بموجب باربعة موجب او سالب جز. بقى تربية اللي هي سالب اربعة تربية بستاشر ناقص. اربعة في الف اربعة في واحد باربعة في خمسة بعشرين يبقى سالب اشرين. على اتنين الف باتنين. يبدأ ده يساوي اربعة اموجب او سالب جز. ستاشر ناقص عشرين بسالب اربعة على الاتنين. طالما لقيت يا باش مهندس اللي تحت الجز السالب يبقى الحل بتاعك خال. وقالنا برضو ان المميز لما يكون اقل من الصف يبقى مجموعة الحل فاية بش مهندس وفعلا مجموعة الحل بتاعت ايه? فده بش مهندس بالنسبة للدرس التاني وكل افكاره وكده كده تركز في مسألة قانون العام بتيجي في الامتحانات فاي متحانة هتفتحه هتلاقي ان في مسألة لازم تتحل به القانون العام اقول لك اوجد باستخدام القانون العام مجموعة حل المعادلة التالية تعال نفش على الدرس التالت وهو معادلة من الدرجة الاولى معادلة من الدرجة التالية نعرف هزاي قلت لك فيه مراحص ق بن معادلة الاولى هي ايه ده اكبر قص واحد واكبر قص واحد يبقى دنيه من الدرجة ايه? الاولى هنا اكبر قص اتنين واكبر قص اتنين يبقى د من الدرجة ايه? التانية. حتى على فكرة لو القادل ده من الاولى بس واحد من التانية يبقى من التانية. هنا بش مهندس قلنا بنحل بطريقة التعويض فقط. خلاص اتفقنا. بتعمل ايه بتخلي معادلة الدرجة الاولى دي بمج؟ لما blush يعني اقل له هنا السين بتساوي اتنين صاد. ودت السلب اتنين صاد بشارة مختلفة. وبعدين بعوض هنا. شير السين تربيع يبقى اخط اتنين صاد بس تربيع. ناقص الصاد تربيع بيساوي تلاتة. اتنين قس اتنين باربعة. صاد في صاد بصاد تربيع. ناقص صاد تربيع بيساوي تلاتة. اربع صاد ناقص صاد تربيع ناقص صاد تربيع يبقى تلاتة صاد تربيع يساوي تلاتة. اقص مع ثلاثة والصد تربية بيساوي واحد ومنها الصد هتساوي موجب او سالب واحد. تمام? طب لما الصد بتساوي موجب واحد يبقى السين هتساوي اتنين. ولما الصد بتساوي سالب واحد يبقى السين هتساوي سالب اتنين. يبقى مجموعة الحل بتفتح زوج كده مجموعة وبعدين زوج مرتبين. قلنا لما الصد بواحد يبقى السين باتنين. يبقى اه اتنين وواحد. السين هي الاول. ولما الصاب بتساوي سالب واحد السن بسالب اتنين يبقى سالب اتنين وسالب واحد. يبقى ايه دي مجموعة الحل بتاعت. تماشا. تعال نشوف المسال اللي بعد. اتنين سين زا اتصاب بيساوي عشرة. دايما انا بشمع انتس خلي العدد اللي الواحده يعني العدد اللي مقيمه اعمل. انا اقول له هنا الصاب بتساوي عشرة ناقص اتنين سين. اعوض هنا بقى. ادي السين تربيع زي ما هي زائت عشرة ناقص تربع يساوي 25 تربع زي ما هي. يلا هنفك قسم ربع عشرة سين تربعً من مين. يجبئ موجب ميل. ناقص. اثنين فعشرة في اثنين كمان يبقى مقص اربعين سين. ربع هذا هي اربع سين تربع سين تربع سين تربع عشرة سين تربع سين تربع. مقص اربعين سين سين. هجبه ان الموجب بخمسة وعشرين ناحية تانية يبقى سالب خمسة وعشرين ومعي موجة بمية يبقى موجة بخمسة وسبعة. كل ده بيساوي ايه? صور. وانا ممكن اقسم على الخمسة. بقى سين تربية. نايز. تمانية سين زائد خمستاشر بيساوي صف. خلاص بقت معادلة اهيه. لما انا ممكن احللها. سين وسين. الاخير موجة بيقول شرطين شبع البعض شبع اللي في النص. الخمستاشر خمسة في ثلاثة ومجموعهم تمانية. يبقى هنا السين هتطلع بخمسة وهنا السين هتطلع بتلاتة. هعود. لما السين بخمسة هيبقى عشرة ناقص اتنين في خمسة يبقى الصب صفر. لما السين بتلاتة عشرة ناقص اتنين في تاتة بستة عشرة ناقص ستة اربعة يبقى الصب اربعة. يبقى اقول له مجموعة الحل. افتح زوج مجموعة كبير. قصوين مرتبين. لما السين بخمسة الصب بصفر اما السين بتلاتة الصب اربعة يبقى مجموعة الحل بتاعتي هي دي يا بش مهندس خلاص فكده يا بش مهندس يبقى احنا خلصنا الوحدة الاولى بالكامل بالامثلة اللي بتيجي عليها على طول وعملت لك ملخص للوحدة الاولى ظريف كده هي فيه ده جدا جدا تعال بقى هنخش على الوحدة التانية وهي وحدة الدوال الكسور الجبرية مقسمها لك بقى تأسيمة بازن الله بازن الله مش هيخرج منها الامتحان مقسم لك كل حاجة وكل حاجة بتتعمل ازاي بازن الله اتفيدك جدا فاركز معايا هندخل على الوحدة التانية والوحدة كلها الكسور جبرية سواء بقى عمليات سواء مجال سواء مجال مشترك سواء ضرب او اسمه فانا مقسمها لك بقى تأسيمة ظريفة غير تأسيمة الملخصات او الكتب الخارجية او اي حد بيراجع عمتن احنا عندنا اول درس هو اصفر الدل خلاص عندنا بش مهندس عندنا حاجتين عندي يا اما دل لكسرة الحدود يا اما هي دلة كسرية اللي اي عبارة عن كسر يعني فوق وتحت طيب الوقت يا باش مهندس لما بيقول لي هات اصفار الدلة دي يعني بسويها بالصفر كتب لك او لو الدلة كسرة الحدود يعني اي كسرة الحدود يعني بسط بس او كأن المقام بتاع بواحد اهي في ان المقام بواحد او هي عبارة عن دلة طويلة وخلاص تمام بتساوي الدلة بالصفر يبقى اي باخد الدلة دي يعني هو عايز اصفار دي تمام بقى سين تربيع نقص خمسة عشرين بيساوي صفر يعني السين تربيع او عدل خمسة عشرين يبقى بتساوي موجب خمسة وعشرين يبقى السين يا باش مهندس هتساوي موجب خمسة او سالب خمسة يعني موجب خمسة يا سالب خمسة يبقى اصفار الدلة بتاعت يا باش مهندس يا موجب خمسة وسالب خمسة كده اجبت له اصفار الدلة طب لو دلة زي دي هاخدها سواب الصف يبقى سين تربيع نقص ثلاثة سين ناقص عشرة ويساوصف ما دي تتحلل سين وسين الاخير سالب يبقى واحد موجب واحد سالب والكبير شبه اللي في النص ما دي خمسة في اتنين صح? الكبير يبقى عند السالب وهنا اتنين يبقى السين هتطلع بسالب اتنين انا باعكس الاشارة دي واعكس اشارة دي بقى السين بتساوي خمسة يبقى اصفار الدلة بتاعتها هي سالب اتنين وخمسة. فموضوع اصفار الدلة كسرة الحدود سهل جدا. طب يا باشمهندس دلوقت بقى ما جابها ليش كسرة الحدود وجاب لي دلة كسرة جبرية عبارة عن كسر فوق تحت. فبيقول له اصفار البسط فرق اصفار المقام. بتاخد البسط تساوي بالصفر. يبقى سين تربيع ناقص اربعة بيساوي صفر. وبتاخد المقام بتساوي الصفر. تخد كل واحد كده على جنب. تعال بقى نشوف دي. يبقى سين تربيع بيساوي اربعة. يبقى السين هتساوي موجب او سالب اتنين. يبقى من هنا ان الاصفار اتنين وسالب اتنين. حل. هاخد ده سواب والصفر يبقى السين بيتساوي سالب اتنين يبقى الاصفار بسالب اتنين. انت كده خلصت لا. بقول له يا باشمهندس صاد دل يعني اصفار الدلة هي مجموعة اتنين وسالب اتنين فرق السالب اتنين. اللي موجود في الاول مش موجود هنا يا باشمهندس اللي موجود هنا الاتنين مش موجودة في التاني يبقى اصفار الدلة بتاعتي دي باتنين فركز فيه السؤال ده لانه مهم جدا جدا وعلى فكرة بيجي في امتحان وبيغلط ناس كتير يبقى اصفار الدلة باشمهندس لازم تفرر ان عندي دلة كسرة الحدود اما دلة كسف ايه? لو قال لك انا عايز اصفار الدلة الكسرية يعني لقيت دلة عبارة عن بست ومقام ركز فيها جدا هي عبارة عن اصفار البست فارد اصفار المقام بتجيب اصفار البست الواحدة وبعدين اصفار المقام وتشوف ايه اللي موجود في اصفار البست مش موجود في اصفار المقام يبقى هو اصفار الدلة بدعتك خلص. تاني جزء ومهم جدا جدا برضو وتلاقيه في كل الامتحانات وهو المجال. المجال يا باشمهندس برضو عندي مجالين. عندي يا اما مجال دلة كسيرة الحدود. لو دلة كسيرة الحدود قلناك ان مقامها بيسوي كام واحد. فالمجال بتاعها يا باشمهندس دايما ضحى. مجال الدلة كسيرة الحدود دايما بحى. يعني ايه? جاب لي دلة دل سين بتساوي سين نقص تلاتة بحى. دل سين بتساوي سين تربية زائد اربعة سين زائد خمستاشر بحى. يعني ايه باشمهندس? وهو المجال ده باشمهندس القيمة اللي بتخليه اللي الدلة دي بتساوي صفر. فهي الدلة دي تالما كسيرة الحدود مش هتساوي صفر. طيب. تعاكد ايه باشمهندس على حاجة انا نسيتها برضه كاتبها لك اهيه لما عند حالتين. لما يجب لي دل سين بتساوي خمسة او اي عدد سابت. يبقى اصفار الدلة دي عبارة عن ايه? صفر. خرص? اصفار الدلة بتساوي صفر ما فيش اي عدد يخليها بتساوي صفر. طيب لو اصفار الدلة دل سين بتساوي صفر. واصفار الدلة هتبقى حى. يبقى كل الاعداد الحققية بتخليها بتساوي صفر. لان الدلة دي بتساوي صفر فدي فاتتنا فاقلت او لا. تعال بقى نرجع للي كلنا بنقوله. يبقى قلنا مجال الدلة كسيرة الحدود دايما يا باش مهندس هو ها. تعال بقى ليه المهم? مجال الدلة الكسرية. مجال الدلة الكسرية هو هفر اصفار المقام. يعني ايه يا باش مهندس? يعني باخد المقام بساويه بالصفر. يبقى اخد هنا المقام هنا سين نقص اربعة وصلوا بالصفر. واقول له منها سين بيتساوي اربعة. صح? فاقول له المقام ه robbed? هيا ساوي. اصفر المقام اللي انا جبتها بكم اربعة يبقى هو ده المجال بتاعه. سهلة? سهل. طيب? تعال نشوف تانية. باخد المقام صويف الصفر? يبقى سين تربية زائد واحد بيتساوي صفر. يعني سين تربية بيتساوي سالب واحد. يا باش مهندس ده سين تربية بيتساوي سالب واحد? انا ما فيش عند حاجة بيتساوي سالب واحد ايل مشكلة? يبقى المجال? حفر. يا باش مهندس هنا بجموعة الحل فرق. يبقى حفر اي فاي موحفر اي فاي اللي هي حى يبقى ركز يا باش مهندس لو انت جيت تجيب المقام ولقيته بيساوي عدد سالب يبقى المجال بتاعك بيساوي ايه حى خلاص فكده يا باش مهندس خلصنا نقطة المجال تعال بقى نخش على المجال المشترك المجال المشترك بيبقى عطيك دلتين او تلاتة او اربعة ما يفرقش معي عدد الدوال برضو يا باش مهندس هتاخد المقام وتسويه بالصفر تاخد المقام وتسويه بالصفر كويس كويس جدا طيب بعد كده بتعمل ايه باش مهندس بجيب المجال من هنا والمجال من هنا وبقى المجال حفر اصفار كل المقامات اللي موجودة انت بتاعك انا نشوف ومن هنا السين تربيع هتساوي تسعة يبقى السين هتساوي الموجب او سالب تلاتة يبقى المجال هنا يا باش مهندس هو حفر التلاتة والسالب تلاتة لان المجال بتاع دي تمام تتعلم دي دي تتحلل سين وسين موجب ستة الاخير موجب يبقى لشرطين شبه هلو في النص صالب وسالب الستة اتنين في تلاتة يبقى السين بتساوي اتنين والسين بتساوي تلاتة يبقى المجال حفر اللي اتنين والتلاتة سبتعال بقى نجيب المجال المشترك حفر من هنا تلاتة وسالب تلاتة ومن هنا اتنين واحد اكتب التلاتة تاني لا احنا ما بنكررش الرقم اللي جاه ما بنكررهش يبقى المجال المشترك هو حفر فرق التلاتة والسالب تلاتة والاتنين فكده باش مهندس خلطنا نقطة المجال تمام تعال نخش على النقطة اللي بعدها وهي اختصار الكسر الجابري يعني ايه اختصار الكسر الجابري يعني تحليله او توصيله لابسط صورة طب انا بعمل ثلاث خطوات اول خطوة بحلل البسط والمقام لو ينفعه يتحليله بعد كده بجيب المجال بتاع المقام حفر اصفار المقام بعد كده اختصر المتشابه يبقى انا كده اختصارت الدلت تعتقد ان تشوف ان اعمل اف دي ادنون سين هتساوي سين قس تلاتة زائد اثنين سين تربع نقص خمسة وتلاتين سين انا شايف ان السين مكرر اخد اقل واحدة يبقى السين اقسم وصي تلاتة عالسين سين تربيع اتنين زي ما هي سين تربيع على سين بسين ناقص خمسة وتلاتين زي مهي على السين زي مهي سين قس تلاتة على سين بسين تربيع خط ناقص خمسة ورشين انت كده بشمهندس خلصت لا ده انا كده اخطى عمل مشترك بس تب ما ينفع كده بشمهندس فيه تحليل تاني خلاص حل السين افتح خسين ودي برضو تتحلي الفرق ما بين ايه مربعه بقى سين ويفتح قصيه تمام السين وسين الاخير سالي ببقى واحدة موجب واحدة سالة عددين حاصل ضربهم خمسة وثلاثين والفرق اتنين من سبعة وخمسة وقباري يخض اللي في النص يبقى هنا سبعة ولينا خمسة او ممكن بالقالة زي من اعلمتك إنا سين دي فرق ما بين مربعين سين وسين واحدة موجب واحدة سالة بخمسة وعشرين خمسة في خمسة اختصر اوعى. هات المجال. يبقى المجال حافر اصفر المقامه. اللي الوحدة دي صفر. الموجب خمسة سلب خمسة. السلب خمسة موجب خمسة. يبقى المجال بتاعها هو صفر وسلب خمسة وموجب خمسة. بعد كده عملها باش مهندس اختصر. يبقى نون سين بتساوي. السين هتروح مع السين. السين ناقص خمسة هتروح مع السين ناقص خمسة. هيفضل لي? سين زائد سبعة على سين زائد خمسة يبقى انت كده يا باش مهندس اختصار الدلة بتاعتك بشكل صحيح خلاص؟ تمام كده خلصنا نقطة اختصار الكسر الجابري تعالى نفش على النقطة اللي بعدها واللي موجودة في معظم الامتحانات وهي تساوي كسرين جابريين امتى يا باش مهندس اقول ان الكسرين دول متساويين؟ لازم المجال يساوي المجال والاختصار يساوي الاختصار يعني بعد ما بسطها الابسط صورة يكونوا قد بعد طيب هعملها ازاي؟ واحدة واحدة ما تستعجلش خد اول واحدة برضو بنفس الخطوات اللي احنا عارفينها هنحل يبقى نون واحد سين هاتساوي سين تربعة زائد اربعة سين انا شايف ان السين مقرر ااخدها سين تربعة زائد اربعة سين يبقى سين موجب اربعة خلصت اللي تحت ده تحليل خصين سين وسين الاخير موجب يبقى شرطين موجب شبه اللي في النص ستاشر عبارة عن اربعة فاربعة خليه على جنب نون اتنين سين والله الاتنين سين دي ما تتحليلش زي ما هي هنا اين فاخد اللي اتنين عام المشترك يبقى يفضل لسين زائد اربعة اول ما توصل لكده هات مجال دي حفر ايه؟ هنا موجب اربعة يبقى سالة باربعة هنا موجب اربعة سالة باربعة اكتبها تاني؟ تبتعن نجيب المجال هنا حفر لا يشدعم بالاتنين؟ دي موجب اربعة يبقى سالة باربعة يا باش مواندس المجال طرف بيسوي المجال يبقى انت كده اجبت اول خطوة صح تعاني نشوف بقى الاختصار بعد ما نختصر هالاختصار بيسوي الاختصار تعالي نون واحد سين السين زائد اربعة هتروح مع السين زائد اربعة يبقى يبجل ثين بتساوي ثين على ثين زيلة ربعه. نون اتنين ثين. اللي اتنين هتروح مع الثنين يبقى يبجل ثين على ثين زيلة ربعه. دي قاش مهندس نون بعد الاختصار طلوا عض井 بعد. فاذا اقدر اقول ان نون واحد ثين بيساوي نون اتنين. طيب قاش مهندس بتجي في الامتحان ازاي بيجي لك في الامتحان يقول لك انا دلوقتي هل نون واحد ثين بيساوي اتنين نونسين. فبتجيب له ان المجال بيساوي المجال او اختصار بيساوي الاختصار. لو لقيتهم بيساوي بعض يبقى الدلتين بيساوي بعض. لو مش بيساوي بعض بقى الدلتين مش بيساوي بعض. او بطريقة تانية بيقول لك اثبت ان الدلتين دول بيساوي بعض. فانا برضو هعلمك بازن الله ازاي بتثبت ان هما بيساوي بعض. تمام? كده خلصنا الجزء ده يا باش مهندس. تعال نخش على الجزء اللي بعده. الجزء اللي بعد كده يا بش مهندس هنتخش بقى على العمليات كده خلصنا بقى الكسور والاختصار والتساوي تخش عماميات بقى وهي المهمة ودي كده كده بيجي منها سؤال في الامتحان دايما على طول طيب الوقت يا بش مهندس انا دلوقتي عايز اجمع كسرين كبريين او اطراح اعمل ايه نفس الخطوات اللي احنا منتفين عليها هتحلل تجيب المجال تختصر وبعدين تشوف يا جماعة او طرح تعمل اللي عليك تعال كنا نشوف المسألة دي دي نون سين بتساوي دي دلة ودي دلة يلا والله هاختصر الاولى او احللها على حسب سين تربعة زي تاتة سين ده السين مكررة هاخد عامل مشترك سين تربعة على سين بسين تلاتة سين على سين يبقى موجب تلاتة على دي سين تربعة زي اربعة سين زي تلاتة باش مهندس ما انا ممكن احللها سين وسين الاخير موجب ببلد شرطين شبه اللي في النص موجب التلاتة عباره عن تلاتة في واحد زاد سين نقس خمسة كده كده مش هتحلل ده يا باش مهندس ينفع يتحلل سين وسين الاخير سالب يبقى واحد موجب واحد سالب والكبير شبه اللي في النص ما الخمسة دي خمسة في واحد الكبير شبه اللي في النص بقى موجب خمسة وهنا زائد واحد تمام اختصر اوعى احتي المجال ها فرق الموجب تلاتة عكسها سالب تلاتة الموجب واحد عكسها سالب واحد الموجب واحد عكسها سالب واحد اكتبها ما انا كتبته السالب خمسة عكسها خمسة يبقى انا يا باش مهندس كده جبت المجال بتاعي تمام بعد كده اختصر ايو اختصر براحتك يلا السين زائد تلاتة هتروح مع السين زائد تلاتة هيبضل سين على سين زائد واحد زائد السين نقس خمسة هتروح مع السين نقس خمسة يبقى يبقى يبضل يا باش مهندس واحد على سين زائد واحد ومقام توحد نفس الحاجة خلاص الفل واجمع البسط يبقى سين زائد واحد سين زائد واحد عسين زائد واحد هيساوي واحد وانا كده جبت له نون سين بتساوي كامل فموضوع الجامعة والطرح سهل جدا اهم حاجة تجيب المجال قبل ما تختصر طيب خلصنا الجامعة والطرح تعالى نروح على الفكرة اللي بعدها وهي الضرب الضرب يا باش مهندس حل المجال اختصار شبه اللي احنا عملناه في الجامعة بالزبط بس بالعكس الضرب ده اسهل ليه اسهل لانا هنختصر اي بسط مع اي مقام تعال نشوف سين تربيع زائد خمسة سين والله انا شايف ان يفاعمل مشترك اللي هو السين سين تربيع على سين بسين موجب خمسة سين على سين بموجب خمسة على افتح قصي سين وسين السلب ستة يا باش مهندس الاخير سالب واحدة موجب واحدة سالب الستة اتنين في تلاتة الكبير شبه اللي في النص يبقى تلاتة هنا واللي اتنين هنا فيه ده يتحلل سين وسين الاخير موجب اللي شبه اللي شبه اللي في النص سالب عشرة اتنين في خمسة تمام سين تربيع نقص خمسة وعشرين فرق ما بين المراعب بعين يبقى سين زائد خمسة في سين نقص خمسة اختصر قلتلك يوقع المجال حفر اصفر المقام يعني موجب تلاتة يبقى سالب تلاتة سالب اتنين يبقى موجب اتنين سالب خمسة يبقى موجب خمسة موجب خمسة يبقى سالب خمسة يبقى المجال بتاعه هو كل ده تعبقى نجيب النون سين اختصر بقى زي ما انت عاوز سين زائد سوري سين ناقص اتنين مع سين ناقص اتنين هنا ينفع تختصر اي بسط مع اي مقام. سن نقص خمسة مع سن نقص خمسة. سن زائد خمسة مع سن زائد خمسة. هيبضلك ايه باش مواندس ده ويضلي. هي السين على سين زائد تلاتة. يبقى هي دي يا باش مواندس الدلة بتاعتي بعد الاختصار. فده بالنسبة للضرب سهل جدا جدا. كل اللي عليك تكون شاطر في التحليل. زي ما انا شرحت لك في الاساسية. تمام? تعال نخش على الجزء اللي بعدها. والمهمة بقى جدا جدا وهي الاسمة. الاسمة دي يا باش مواندس بحلل بجيب مجال بختصر. بس ركز. المجال المراضي عبارة عن اصفار المقام الاول زائد اصفار بسته وجملي الثاني. يعني بحلل الامرة واجيبة اصفار المقام. وبعد كده بقلب العلافي. بش اقلب بس بجيب اصفار البست والمقام. يعني التاني ده اجيب له اصفار البست والمقام. تعال هاني كده نشوف يا باش مواندس. ادي الاول. ما فيش فعال خلال. تحليل. سين وسين. الاخير سالي بواحدة موجة بواحدة سالة. خمستاشر خمسة في تلاتة. والكبير شبه اللي في النص. هنا خمسة وهنا تلاتة. سين تربع نقص تسعة يبقى سين نقص تلاتة. في سين زائد تلاتة. العالة هقلبها فيه. ده مبدأ اي? هطلع ده فوق. خلاص? سين تربع والستة سين زائد تسعة. على اتنين سين نقص عشر. يلا. سين زائد تلاتة. سين نقص خمسة. سين نقص تلاتة. سين زائد تلاتة. في. افتح كسين. سين وسين. الاخير موجة برشادين شبه البعض شبه اللي في النص. سالب وسالب. التسعة تلاتة في تلاتة. هنا اللي اتنين عمل مشترك. خده. يفضل سين نقص خمسة. يلا بقى المجال. حفر. يلا. اصفر المقام ده تلاتة وسالب تلاتة. اصفر المقام ده خمسة. خلصت? لا. ده اصفر البسط. سالب تلاتة تديلي موجة بتلاتة. والسالب تلاتة موجة بتلاتة ما انا كتبتها يبقى انا خلصت. فالصفرة ده كان اي رقم تاني يا بش مهندس. يعني مسلا كنا سالب اربعة تحط الموجة باربعة. فاركز في المجال في الاسمة. اصفر البسط والمقام التاني. انا كده خلصت. اعمل ايه? اختصر كله مع شبه. السين نقص خمسة مع السين نقص خمسة. السين زائل تلاتة مع السين زائل تلاتة. السين نقص تلاتة مع السين نقص تلاتة. هيبضل يا بش مهندس هيبضل سين نقص تلاتة على اللي اتنين. كيف انا كده يا بش مهندس خلصت الدلة بتاعتي بشكل صح. خلاص? فده بالنسبة للاسم. تمام. تعالى نخش على اللي بعده واللي انا شايفه مهم جدا جدا وبيغلط ناس كتير وهو المعكوس الضرب. المعكوس الضرب يا بش مهندس بيقول لك بتعرفه ازاي بيقول لي اوجد نون قس سالب واحد. يبقى انت كده معكوس الضرب. طيب. بحلل برضو بختصر وكل حاجة. انا اهم حاجة عند المجال. المجال يا بش مهندس وحفر اصفار البسط والمقام. ليه يا بش مهندس? عشان بشقلبه. بص اي حاجة بتشقلب لازم تجيل لها البسط والمقام. زي ما عملنا في الاسم. ما احنا شقلبنا التاني عشان كده جبت اصفار البسط والمقام بتوقعه. خلاص? تمام. تعالا كده نشوف. هنحلل ما فيش اي مشكلة يا بش مهندس. تم ده هنا في عمل مشترك هاخد السين. سين قس تلاتة على سين سين تربيع. سلب اربعة سين مواقس خمسة. ده يا بش مهندس يتحل الفرق مبعين مربعين سين مواقس خمسة في سين زائد خمسة. بس انت البسط لسه مخلصتوش. ادي السين. هنا تحليق. وهنا سين ناقس خمسة في سين زائد خمسة. تمام? ده بش مهندس سين وسين. الاخير سالب بواحدة موجب واحدة سالب. الكبير شبه هدف النص بخمسة وموجب واحد. بعد كده بجيب المجال. هفرق. المقام سالب خمسة تديني موجب خمسة. الموجب خمسة تديني سالب خمسة. قلصت اوعى. تجي روح للبسط. السين اللي واحدها صف. الموجب واحد سالب واحد. السالب خمسة موجب خمسة ما انا كتبتها يبقى انا خلصت. اقفل القوص. بعد كده بش مهندس بعمل ايه? بقول له. النون سالب واحد سين. بس بعد ما اختصر عشان يعني ايه? اسهل علي. سن ناقس خمسة هتروح مع السين ناقس خمسة. فضل حاجة يا بش مهندس تروح? لا. يلا. خلي السين زائد خمسة ايه لفوق. على سين في سين زائد واحد. يبقى انت كده يا بش مهندس جبت له النون السالب واحد. خلاص? فالمعكوس الضربي من الحاجات المهمة جدا جدا. طيب. عندي ملاحظتين هاختم بهم حصة النهاردة لانهم مهمين جدا. في بعض المحافزات انا قلت لك بقى بسات على كل المحافزات. جاي اقول ليا يا بش مهندس اني عايز مجال المعكوس الجامعي للدلة دي. فلاقيت الناس بتطلقبط قلت ليا بش مهندس ده انا هحطه هنا سالب. فالسالب هيخش على السبعة يخليها مجاب سبعة. يبقى المجال حافزة للسالب سبعة. قلت لك كل الكلام ده غلط. خلاص? السالب مش هيأثر معي. يبقى انا كاتب لك اول ملاحظة ان مجال الكسب يساوي مكال المعكوس الجامعي بتاعه. يعني ايه? احنا نجيب المجال ازاي بنقول حافر اصفر المقام صح? طيب. بيجي لك في مسألة مثلا بيقول لي عايز مجال المعكوس الجامعي لدي. ولا كأنه قال لك المعكوس الجامعي. تقول له حافر اصفر المقام. دي سنة السبعة. هعكسها تبقى موجب سبعة. خلاص. خلاص? يبقى مجال المعكوس الجامعي بيساوي مجال الكسر. ما فيش اي مشكلة. اوعي تقول السالب هيخش عليه. لان السالب ممكن يخش على الخمسة. خلاص? تمام. طيب. مجال المعكوس الضربي قلنا حافر اصفر المقام والبسط. بيجي لك في مسألة بدل ما يقول لك عايز نون قس سالب واحد? لا. هيقول لي هاتلي مجال المعكوس الضربي للعدد ده. فتقول له والله المجال حافر اصفر البسط والمقام. طيب السالب تلاتة يبقى موجب تلاتة. الموجب اربعة يبقى السالب اربعة. خلاص? فده للملاحظتين المهمين اللي حبيت اختم بيهم حصة النهار. كده رش مهندس احنا وصلنا لاخر الحصة. بازن لا الحصة اللي جاية هتبقى حصة خفيفة كده من مدتها خفيفة بالنسبة للاحصة. خلاص لك برضو القوانين للاحصة والحاجات اللي بتكرر في المحافظة. طيب. من بكرة بازن الله الفيديو ده هينزل ممكن في نفس اليوم او بكرة. انا بتأخر والله لاني بجهز الفيديوهات بطريقة كويسة جدا. وبجمع لك من كل حد. هنزل لك بقى بداية اول الفيديوهات مراجعة ليلة الامتحان. مراجعة ليلة الامتحان بتالفيديوهات بتاعتي مختلفة عن اي حد. وانا بقولها لك اوه انت ما تشوف الفيديو هتعرف. انا بجمع كل الاسئلة بتكرر في المحافظة وببص في المحافظة كلها. بجمع اسئلة النمازج. بشوف الاسئلة اللي جات في السنين اللي فاتت. بشوف الاسئلة بتكرر في المحافظات على طول. بشوف الاسئلة اللي بتكرر بالنسبة للوزارة واللي بتنزل في نمازج الوزارة. فبازن الله المراجعة بتاعة ليلة الامتحان مش خرج منها اللي امتحان. فبازن الله هتفيدك جدا جدا. فانت الاول مرة تشوفني اشترك بالقناة وفعل زر الجرد عشان يوصل لك كل جديد. وزي ما قلت لك يا ريه تضغط لايك على الفيديو وتعمل له شير عشان يوصل لأكبر عدد من اصحاب. كان معاك مهندس حسان من قناة حسان ميراديات وشكرا.